التعاقدات الجديدة مفاجأة كبيرة يعني أحمد الشناوي حارس مرمى بيراملز مفاجأة كبيرة تلوح في الأفق داخل نادي الزمالك وهيتبني أحد أعضاء مجلس إدارة النادي فكرة عودة أحمد الشناوي حارس الفريق السابق وبراملز الحالي حيث أعرض عضو المجلس إتمام هذه الصفقة في الفترة المجبلة عمر كمال عبدالواحي لعب يوتشر يعد هدفا أسان لإدارة نادي الزمالك في الانتقالات الشتوية المجبلة حيث يريد النادي إنهاء هذه الصفقة بشكل سريع وأنا كنت أقول لكم قبل كده أنه هو بنسبة كبيرة جدا تصل لتسعين في المائة قريب جدا من نادي الزمالك بس طبعا نادي الزمالك أكيد هيدخل في كل الصفقات الممكنة يعني محمد الشحاتة محمد الشحاتة العب بوسط فريق طلاع الجيش الزمالك عايز يضمه في الانتقالات الشتوية خصوصا لو أن النادي معجب بيه منذ بطولة أفريقيا تحت 23 عام في المغرب هو العب رائع جدا بالمناسبة هيبقى صفقة كبيرة لو الزمالك عارف يضمه لعب آخر هو ناصر ماهل لعب فريق فيوتشر من أهم الأهداف اللي بيسعى نادي الزمالك التعاقد مع في المركات والشتوية حيث بدأ النادي في الحديث مع اللاعب لحسم الصفقة وبالتأكيد هيبقى محتاجة يتحدث أيضا مع نادي مودرد فيوتشر اللي جاي دي قلتها لكم قبل كده بس لتأكيد طريق حامد وأشرف بن شاري الصفقة الأهم اللي بيعتبر مجلس إدارة نادي الزمالك أول أهداف في المركات والشتوية خصوصا لو أنها حالة تعاقد مع السنائي سيشاركان في بطولة الكونفيدرالية هذا إلى جانب أنهما صفقة جماهرية كبيرة وفنية أيضا أشرف بن شاري وطريق حامد اتكلموا معاه نادي الزمالك اتكلموا مع أشرف بن شاري وطريق حامد بس طبعا لسه مفيش حسب لأي من الصفقتين ماذا عن موقف خوان كالوس أوسوريو المدير الفاني الكولومبي لن يحسم الزمالك أمره في الوقت الحالي وسيكون مصيره مرهون بفترة توقف الدولي المقبلة حيث أن الزمالك أمامه تلات مباريات هي إن بيوزد في الدوري وبيرامدز في نصف نهاية كأس مصر وتعد نتيجة بيرامدز هي التي ستحسم موقفه من الاستمرار وأنا برضو بقول لك كده إنه بأكد لك كده إنه لو خلص المباريات بيرامز في الكاس هي بقى موقفه صعب جدا جدا دا فيما يخص ناجي الزمالك